استقالة وزير الخارجية اليماني خالد اليمان المفاجئة خبر أثار جدلا في أوساط الحكومة اليمنية إذ أكدت مصادر رفيع للحدث أن اليمان كشف عن استقالته في نيويورك دون تقديمها للرئيس هادي تزامن خبر الاستقال مع لقاء الرئيس هادي بوكيلة الأمين العام للشؤون السياسية لبحث الخلافات بين الشرعية والأمم المتحدة من شأنه إرباك التعاطي في هذا الملف وفق مسؤولين حكوميين اعتبروا أيضا أن الأزمة مع الأمم المتحدة كانت نتاجا لقصور في أداء الدبلوماسية منذ اتفاق السوكهولم وهو ما أعطى الفرصة لمراوغة ميليشيات الحوثي واتباع جريفتس أسلوب الاسترداء معها وتجزئة الاتفاق ومن ثم توفير غطاء أممي لمسرحيات إعادة الانتشار مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية كشفت عن انقطاع التواصل بين الرئاسة ووزير خارجيتها منذ ثلاثة أيام وسط تسريبات عن اعتزام الرئيس هادي تغيير اليمان وإلقاء اللائمة عليه فيما يتعلق بالأزمة مع الأمم المتحدة واعتبرت كشف خالد اليمان عن استقالته من نيويورك خطوة استبق بها قرار إقالته اليماني وضع الرئيس هادي أمام خيار قابل الاستقال قبل أن يتسلمها وفق مصادر مقربة أكدت في ذات الوقت أن البحث عن بديل لليماني جار بالتنسيق مع الأحزاب السياسية لا سيما بعد حملة الانتقادات الواسعة التي تعرض لها وزير الخارجية اليماني من أوصات مختلفة في الشرعية ترجمة نانسي قنقر